بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أحبائي مربي الحسون وهو التربية الحسون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم خير الدين من الجزائر يعني أتيكم اليوم في موضوع يعني قد يكون مشكلة للبعض يعني قد رأيت بعض الناس الذين لديهم حساسين يعني لمدة ثلاثة سنوات أو سنتين أو رأيت حتى حساسين لمدة أربعة سنوات وهم يعني ليسوا مثبتين أو ليسوا هادئين في القافص ولا يزالوا يتخبطون كل ما رأوا شخصا وإليكم الحل يعني بالتجربة يعني بتجربتي ليس أنا وحدي شخصيا بل تجربة الكثير والكثير والكثير وقد رأيت إلى تجريب هذه الطريقة وكانت طريقة جيدة جدا 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 تعتمد هذه الطريقة على هذه القفة هي قفة يعني مادتها بين البلاستيك والحلفاء النباتية يعني بين البلاستيك والحلفاء النباتية وقد استعملها الكثير من المربين يعني في تثبيت وتهدئة الحسون صيد جديد يعني وتوضع قفص الحسون داخل هذه القفة بهذه الطريقة هذه هي الطريقة أحبائي في الله انظروا كيف هدأ الحسون وهو صيد جديد يعني يعني تخبطه يقل جدا 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 تستمر هذه الطريقة يعني لمدة تضع الحسون في هذه القفة ولن يكون هناك يعني تعذيب أو ما إلى ذلك لا بل أنت فقط تهدئ الحسون وتحافظ يعني على صحته تماما هذه الطريقة يعني استعملتها أنا شخصيا لمدة شهر يعني عشرين يوم إلى شهر يعني عشرين إلى ثلاثين يوم وكانت والحمد لله الحل لتهدئة الحسون أتمنى أني نفعتكم بهذه الطريقة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته